موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة هذه المرة سنتوقف بنعمة الله امام عزة الرسول بطرس تحت عنوان اعلان الكنيسة سفر الاعمال اصاح 2 والايات من 16 الى 38 اعلان الكنيسة اقصد باعلان الكنيسة الخبر الذي تعلنه الكنيسة او الرسالة اللي ينبغي ان هي تزعها وتقدمها للعالم خليني ارجع معاك للبداية من فضلك الرب دع مجموعة من الافراد علشان يتبعوه تجاوب هؤلاء معاه وتركوا كل الشيء وتابعوه في الغالب لما عملوا كده توقعوا انه هما ينالوا مكافأ اعظم وده يخلينا نفهم ازاي بطر السائل المسيح ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك فماذا يكون لنا من المحتمل انهم بعض الصليب اكتشفوا انهم خسروا كل شيء وفي الغالب بعد صعود الرب واختفاءه عنهم ارجعوا لورشاليم في قلم وحيرة لكنهم طاع لامر المسيح ذهبوا للعلية ليمكسوا هناك حتى يلبسوا قوة من الاعالي زي ما قالهم الرب في لوأة 24 في نفس هذه العلية سمع الرب بيقولهم لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فآمنوا بيه في نفس العلية كمان الرب قال لهم يحنى 14-16 انا اطلب من الاف فيعطيكم معزيا اخر ليمكس معكم الى الابد وشجحهم بكلمته المشهورة سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب وبعد قيمته وفي نفس العلية ظهر ليهم الرب وهم مليانين بالخوف والانزعاج لكنه طمأنهم ومنحهم سلام واعلنتهم ربي وإلهي على اي حال رجع التلاميذ لوريشاليم وداخلوا مرحلة الانتظار لنوال القوة اللي وعاتهم الرب بيها لكن يمكن السؤال اللي ضار في ذهنهم في ذلك الوقت قوة لاجل ماذا ماذا سنفعل بهذه القوة والاجابة من كلام المسيح لتكونوا لي شهودا كيف سيشهدوا العيد اليهودي عيد الخمسين على الابواب وهو اقصر الاعياد فرحا وازدحاما وهم لا يملكون اجابات وافية عن يسوع المسيح نفسه لكن جيه يوم الخمسين ولم يكن مثل كل الاعوام السابقة هذه السنة هو على موعد مع هذه الجماعة الصغيرة لينالوا قوة الروح بل ينالوا الروح نفسه هو اللي هيزوتهم بكل اجابة يحتاجوا اليها بل ويمنحهم الاعلان اللي يقدموه للعالم وانا بتساءل لماذا الاعلان لماذا الاعلان لانه زي ما ذكرنا في مرة السابقة ده اللي تقال في ويل يقول النبي اعلن وتنبأ في سفره اصح اتنين وقال كده هذه الكلمات انه يقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما وعلى عبيدي ايضا واماي اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون واعطي عجائب في السماء من فوق وايات على الارض من اسفل دما ونارا وبخار دخان تدحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم الشهير ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص وبعدين الرسول بطرس يقمل ويقول ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبايدي اسمه صلبتموه وقتلتموه لما تقرأ اعمال اتنين الايات من 16 الى 23 هتجد هذه الكلمات وبطرس بيأكد ان اللي قاله يقيل اهو تحقق في هذا اليوم شعب الرب في القديم لم يدرك انه مدعو لرسالة محبة ورجاء يقدمها للعالم المحيط بالعكس وللأسف احتفظوا بالرسالة لانفسهم ويمكن نقدر نتفاهم ده لما نفتكر شخصية يونان النبي وهو خير مثال لموقف اليهودي واللي رفض ان يذهب يذهب بالاعلان عن محبة الله الى نينوى لكن هنا بطرس بيعلن بفل ملء فمه وبكل قلبه بيقدم الاعلان ويصل الى قمته في اية 21 ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص ده اعلان جديد لبطرس والسائر اليهود مع انه موجود في كتب العهد القديم ده الارناف يؤيل يتنبع بنوكم وبناتكم يحلم شيوخكم وإحلاما كل من يدعو باسم الرب يخلص اذا بشهادة ونبوة يؤيل النبي وتأكيد الرسول بطرس ان هذا ما كان ممكن ان يحدث الا من خلال عمل المسيح ففي الايام الاخيرة حيث وكلمنا الله في ابنه زي ما قال في عبرانين واحد اتنين تحققت نبوة يؤيل واصبح هذا الاعلان حقيقة وبانسكاب الروح القدس في يوم الخمسين اطلق الرب الكنيسة ودفعها علشان تقدم الاعلان للعالم كله وبدأ هذا فعليا في يوم الخمسين حتى قال المجتمعون في اعمال اتنين تمانية كيف نسمع نحن كل واحد مننا لغته التي ولد فيها وزيع الاعلان سمعوه الناس وقبلوه ايضا وبعد عزة بطرس اختبر الخلاص والانضمام للكنيسة نحو سلاسة الاف نفسه اذا اصبح الانجيل متاح ويقدم لكل الناس من كل لسان وامة منح الرب الروح القدس لا لكي يرى المؤمنون انهم افضل من غيرهم لكن بالاول علشان يتحركوا ويشهدوا للنفوس ثم ان الروح نفسه هو اكبر مشجع لمن يقدمون هذا الاعلان هو اللي هيقنع الخطاط بالدعوة هو اللي هيأت بيهم للمسيح بعد بطرس مقدم العزة بتاعته في اية 37 في اعمال اتنين فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولساء الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة والكلمة نخصوا اللي في هذه الاية اية 37 كانت تستخدم على لدغة النحل فالذين ايمانوا هما اللدغت قلوبهم بقوة واقناع الروح القدس وده العمل الاساسي مع غير المؤمنين الروح بيقودهم للمسيح باعتباره المخلص الوحيد الانبياء في القديم كانوا بيشيروا لحدثة خروج وخلاص الشعب من عبودية مصر باعتبار ان ده من اعظم حوادث الاهد القديم وكانوا بيشجعوا الناس انهم ما يفتكروا هذا الحدث لكن الروح الان يشير الى صليب المسيح والى قيامة المسيح باعتبار ان ده الاعلان الاخير للخلاص وكل اللي بيقبل هذا الاعلان بيتحرر بيخرج من عبودية الخطيئة والاسم اذا كان الاعلان ضروري لتقديم الدعوة للجميع لكل البشر كل من يدعو باسم الرب يخلص عشان كده الرسول بولس بعد كده في رمية 11 كتبه هو عنده هذا اليقين وهذه الرؤية رمية 11 من آية 10 الى 13 كتب كده كل من يؤمن به لا يخزه لانه لا فرق بين اليهودي واليوناني لان ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به ويعيد تقريبا نفس الكلام اللي قاله الرسول بطرس لان كل من يدعو باسم الرب يخلص لماذا الاعلان ثم رسالة الاعلان رسالة الاعلان وده اللي موجود في آية 24 لآية 30 لآية 36 معذرة في حديث الرسول بطرس او في عزة الرسول بطرس في اعمال اتنين رسالة الاعلان الاعلان كما اشرنا هو كل من يدعو باسم الرب يخلص كيف نقدم هذا الاعلان للناس ايه هي الرسالة اللي بتحملها الكنيسة للعالم البعيد اليوم فالحقيقة الرسالة ليها بعدين والواحد مبني على الآخر الاول ان الله اتى الينا في المسيح والذي مات على الصليب من اجل خطيانا ودي الكرازة والبعد الثاني تعليم اولئك الذين قبلوا يسوع المسيح مخلصا وربا وازاي تكون حياتهم وعلاقاتهم والمؤكد ان الاكتفاء ببعد واحد خطأ فالكرازة التي تعنى بربح النفوس لابد ان يعقبها تعليم وده اللي كان بتعمله الكنيسة الاولى يقول لنا الكتاب في اعمال اتنين واية اتنين واربعين وكانوا يواضبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وعلى الجانب الاخر لا يقدم تعليم لمن لم يرجع بتوبة حقيقية ويقدم حياته للرب عشان كده في منابر كتير النهاردة للأسف الشديد بتنبر على المبادئ الحياتية المسيحية والمأخوذة على سبيل المثال من عزة المسيح على الجبل ويرى من يسمعون هذه المبادئ انها مستحيلة يمكن يشعروا بالاحباط في الحقيقة السر مش في هذه المبادئ الحياتية المسيحية السر ان هم لم يقبلوا رسالة الانجيل بعد اللي بتقودهم للتوبة والايمان وبعد كده يقبلوا بفرح كلمة التعليم اما محتوى الاعلان فيمكننا ان نراه في العزة اللي القاها الرسول بطرس في يوم الخمسين خلاصتها في الدعوة اخلصوا من الجيل الملتوي اما الطريق لهذا الخلاص فهو معرفة واختبار الحقائق المهمة التالية حقيقة الاولى حياة المسيح يقول في اية 22 في اعمال 2 ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيدي في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون هذه الحياة كانت تحقيق لنبوات داود يقول فيه زي ما قال في اية 25 و 26 رسول بطرس لان داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي لا اتزعزة لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسد ايضا سيسكن على رجال ايبا حياة المسيح ثم صليب المسيح اية 23 في اعمال 2 هذا اخستموه مسلما بمشهورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي اسما صلبتموه وقتلتموه وقيامة المسيح ايضا في عزة بطرس يقول اعمال 2-24 الذي اقامه الله ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه بعد كده يأتي التجاوب رد فعل الانسان على حياة المسيح صليب المسيح وقيامة المسيح قرار وإقرار بربوبية المسيح وده اللي قاله الرسول بطرس في اية 36 وآية 38 في هذا الاصح فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جاء على يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا بعدين لما سألوا ماذا نعمل ايها الرجال الاخوة كانت الاجابة توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القلس لما فيه تجاوب فيه قرار انا ارجو صديق المشاهد تكون اخست هذا القرار في يوم من الايام وان لم تكن قد اخسته عندك فرصة النهاردة انك تاخد هذا القرار يكون يسوع لك ربا ومسيحا ربا ومسيحا مخلصا وربا واحدة من النتائج المباركة بعد هذا القرار الغفران يقوم للرسول بطرس في آية 38 فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القلس وهكذا اي اعلان للانجيل لا بد ان يشمل هذه الحقائق اللي اشرنا اليها ونجت هذا بوضوح في عذات اخرى في سفر الاعمال هل قبلت هذا الاعلان عزيز المشاهد هل صدقتم قبول هذا الاعلان وتصديقه يغير الحياة الحاضرة بل ويغير الابدية الرسول بولوس يقول عن هذا التغيير اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ولكل من قبل هذا الاعلان هل تعلنه للاخرين الرسول بولوس ما قدرش يسكت بل الشعر بضرورة ضرورة ملحة لبشارة الاخرين وقال كلمته المشهورة لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت لا أبشر بهذا الاعلان صالحنا الله في المسيح لكن كمان عطانا خدمة المصالحة إذن علينا أن نسعى كسفراء كأن الله يعزوه بنا هذه صفحة رائعة من صفحات قصة الكنيسة الإعلان الإعلان اللي شفناه في عزة الرسول بطرس في يوم الخمسين هذا الإعلان متاح متاح أن أقبله أن أتجاوب معه ثم علينا أن نعلنه وصلي من كل قلبي لكل شخص لم يقبل هذا لعلان بعد فرصة ذهبية أنك تأتي إلى الله في المسيح بتوبة حقيقية وأيمان كامل في شخص المسيح المصلوب المقام يسوع المسيح الحي تنال غفران لخطيات تنال حياة أبدية وتصبح من تلميذ المسيح ولكل ما نختبر هذا من قبل نهاردة الرب بيشجعنا أن نخرج ونقدم نفس الإعلان والرب معكم اشتركوا في القناة